نعود إلى الراوي الأول والأساس الذي هو أنس أنس حب كل حال كان معروف والذي يقرأ تاريخ أنس وما ذكره أهل التراجب في أنس طبعاً نحن لا نريد أن نطعن في صحابة لا مسألة الآن بحث علمي صحابة رضوان الله تعالى عليهم رضي الله عنهم وأرضاه لا كثيرين كانوا ولكن نحن الآن في بحث علمي وأنا الآن في مقام هناك تهمة خطيرة توجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنس كان معروف في أمرين في أنه كان مشغوفاً بالمال كما يقول ابن سعد في الطبقات نقلها بطرق كثيرة جداً بأنه كان مشغوف بالمال وكان يحب المال وأحرص أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحرصهم كان على المال هذه أولاً ومعروف قصته كان عنده قصر في البصرة وكان يلبس الثياب حتى كان يلبس الحرير وكانوا يقولون له تنهان عن لبس الحرير وتلبس الحرير كان يقول بأن الأمراء يحبون أن يروا هذه النعم علينا على كل حال أولاً كان معروف بأنه مشغوف بالمال ثانياً أنس كان من علماء السلطان رواية أنس لهذه القصة أنا عندي أدلة بأنه أنس ندم على ذلك عندما نقل هذه الرواية اعترض عليه كبار التابعين وأكثر من ذلك اعترض عليه ونفى القصة واحد من أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وهو علي بن الحسين الإمام زين العابدين على إيش اعترضه؟ قالوا بأن النبي ما سمّل عيناً ما سمّل عيناً أنس روى هذه القصة بناءً على طلب الحجّش والحجّش كان معروف إنسان كان مجرماً سفاحاً يمارس التعذيب فيريد أن يشرعن أعماله يا أم من غطاء شرعي لأعماله فطلب من أنس أن يروي هذه القصة بالتعذي بالتعالي